اشتركوا في القناة الموضوع الذي اخذ حيز كبير من الاهتمام اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر هو موضوع الاتفاقية بين الامارات واسرائيل وخاصة بعد اقلاع اول طائرة من مطارة الابيب باتجاه العاصمة الاماراتية ابو ظبي في اول رحلة طيران تجاري طبعا هناك العديد من التغريدات التي انتشرت ولكن اهمها كما ذكرت لتطبيع خيانة وخليجيون ضد التطبيع والعديد من التغريدات نبدأ مع تغريدة لانيا الافندي التي كتبت طائرة العالي الاسرائيلية تهبط في مطار ابو ظبي ويفرش لها السجاد الاحمر العرب كرماء مع اعدائهم اشداء مع اخوانهم بنت الديرا كتبت مقاطعة المنتجات الاماراتية فرض واجب على كل مسلم بندر الشافي في تغريدة اخرى نشر يا حكام السعودية الامارات البحرين احذروا غضب الشعوب عندما تستفزونها في دينها جابر الحرم غردة مشهد مؤلم ويوم حزين في تاريخ الخليج طائرة العالي الاسرائيلية تحط في مطار ابو ظبي في رحلة مباشرة عبرت اجواء سعودية بكل ترحاب لتدشن بذلك اول رحلة التجارية العالية المنتظمة بين الدول الخليج والكيان الاسرائيلي عيسى بن ربيع كتب الكيان الصهيوني الى بلده الثاني عبدالله لذين غرد الطيران الصهيوني الذي يغتسب ارض فلسطين ويقتل اطفالها ونسائها يعبر الآن اجواء بلاد الحرمين بكل ترحاب بينما طيران قطر اخوتهم في الدين والنسب والعقيدة ممنوعا منعا باتا لأسباب امنية ناصر بن سلمين كتب لاحتاج رأي الاعلام او ذباب او عامة الناس وين رأي علماء الامة من هذا التطبيع اين انتم يا علماء الصلاطين اين انتم يا من ذكرتم ان حصار قطر فيه خير لقطر هل تطبيع الامارات مع اسرائيل فيه خير ايضا للامة العربية والاسلامية واخيرا محمد حجي غرد في هذا السياق وكتب عندما تلجأ الدول الى استخدام الاطفال في توجهتها السياسية اعلم بانها في مأزق وتبحث عن حلول من خلال اقحام جيل المستقبل الذي اذا ادرك حقيقة ما يفعل به سيرفض ذلك ويصده وهذا لن تحاسب عليه الدول وحدها وانما ابا وامهات هؤلاء الاطفال اذا هذا كل ما لدينا فيما يخص موضوع الهاشتاج التطبيع خيانة وفيما يتعلق بشكل مختلف تماما العودة الى المدارس هي استثنائية في كافة انحاء العالم ولكن ما الذي استوقف القطريين بالفعل موضوع اخر مغاير تماما بما انه اليوم هو يوم العودة المدرسية المعتاد كل سنة غرت سبتمبر ولكن الموضوع هذه السنة مغاير تماما في ذل الظروف الاستثنائية التي عاشتها كل البلدان والاغلاق التامذين العودة المدرسية شهدت ظروف استثنائية هذه السنة ووزارة التعليم القطرية للتقليل من التقييد التعليمي قررت اعتماد النموذج المدمج اي الحضور الصفي وكذلك التعلم الالكتروني الاثنين مع بعض في هذا الاطار وجدنا العديد من التغريدات تحت واسم هاشتاج عام دراسي جديد حيث كتبت هند المفتاح عام دراسي جديد في ظرف استثنائي فرض علينا تحديات مختلفة وممارسات جديدة في التعليم والعمل والتواصل طلبت العلم في كل مكان استثمروا هذه التجربة واجعلوها منحة وفرصة للتغيير والتطوير والتسلح بالفكر والأخلاق والمسئولية واصلوا رحلة التعلم ولا ترضوا إلا بالقمة والتميز عام جديد من الأبدع حساب ابن قطر نشر صور مختلفة من مدارسنا صباح هذا اليوم مع مراعاة الاحترازات الوقائية لجائحة كورونا بارك الله في طلابنا وطالباتنا وفي التواقم الإدارية والتعليمية إذن نتمنى توفيق لجميع طلاب الذين عادوا إلى الصفوف اليوم بالفعل ونشاطرك هذا التمني شكرا جزيلا لك مراسلتنا في الدوحة